أخبار اليوم سرعان نحن القبال العربية سرعان ما نتجه أي إن كان سرعان ما نتجه إلى وقف هذا العدوان الغاشر لأن إحنا دواتي الحمد للعرب العالمين قالنا رئيس لكل المصريين باختياراتنا إحنا إحنا اللي اختارناها إحنا اللي برادنا علينا يكون رئيس في مصر فالنهاردة بنقول لشعب مصر يا شعب مصر زي ما وقفتوا ما يقرب من خمسين مليون أم 22 مليون سواكم لكن أكتر من خمسين مليون مؤيدين أكتر من خمسين مليون لو نقوله 25 مليون بس راجل ومراته بخمسين مليون لكن أكتر من ثلاثين الشعب مؤيدين ومؤيدين بقوة ولكن بصير معين إحنا مش هنكون بصير صغير إنه اللي بس ما يخربش بلدنا وما يدمرهاش يعني حتى نقوله بدأت خبات ونتصوير راجل جانب التصوير نحن عاوزين نحن عاوزين لازم نقوله بفرصة ولازم نقف معاه ونتكاتب معاه كل واحد يعمل منه يعمله كل واحد منه تاجل عمله بأمانة زي ما انت عاوز عمالك ينقح لو نقح عاملات من نقح مصر لازم كلنا نتكاتب ونحط إيدنا في إيدين بعض ونداء للرئيس السيسي قاعد الوطن العربي وليس قاعد مصر قاعد وطن جروش الوطن العربي يا سيادة المعيس العظيم اللي احنا أيدناك ونحن لابد أن تنظر منظور جديد للقبائل العربية لأن اللي آتوا وهم وهم على المواعد على كل المواعد لابد أن تنظر للقبائل العربية والشوارباء اللي هم ما بيتحركوش هم ما بيتكلموش الحمد لله بالعالمين أنا بيتحرك على أساس أن أقول كلمة الحق وقول لك يا سيادة الرئيس قاعد مع القبائل العربية وكذبهم وقاعد معهم كالأهلة ومنع منك قاعد مع الناس لأن الناس هم لهمات الوطن وهم اللي عيهم الوطن وهم اللي عايشون للرهاب وهم اللي عوام معك لكن السواباء منهم مصهرين لأن المتسلقين هم اللي ظهرين فقاعد بكم العظماء عشان خضر العظماء هم دولة اللي بحب البلد هم دولة لحيسان وهم دولة حيثوا مكمرة وهم دولة حيقولك الهلة فيه متحفظين اللي أخواه دي فيه ودي فيه ولازم تنمي الصحراء الغربية والصحراء الشرقية أهم مواب ت Lean التنميهم لأن تنمية صحراء سيناء وصلعتها وزرعتها وصوائق ومبنى منشآت صناعية زيناء زيناء حيتمون زيناء مبنى منشآت وصناعات وصناعات في غرب حيأمن الصلاة ولابد أن تعيد التقليل بالتقليل لأنه من كان يرتلف شيء حيخاف عليه لو منتلك مئة متر بس حيخاف عليه ونعمز عليه لازم يحاجات كثيرة بيبطحشك إحنا في وقت حداد على أرواحنا وآدعنا النهاردة وفي حداد جعلنين وصعبان علينا وقلوبنا متشرك قلوبنا من قوة متشركة متشركة من القهرة على جنودنا على أبنائنا لأنه كنت دائبتي وأخوي وابن خلتي وابن عمتي لازم ما فيش حد وطني بأمانة ما في وطني يخاف على بلده عاوز يحرق دم أم على أبنائها وعلى شهدائها شهداء الوقت هم عند الله شهداء بالجنة أضرار بالجنة وهم قدامنا إن شاء الله هم اللي حيمدوا دينا إيديهم نموآتهم وقولهم مديد مديدك لأمي حيجيبها معاه في الجنة حيمديدوا لأبوه حيجيبه معاه في الجنة ما تحسنش يا كل أم ما تحسنش يا كل أم ما تحسنش يا كل أب ابنك شهيد وأخوك شهيد وعمك شهيد لداء لوطنك الحبيب لازم نبدي وطننا ولازم ما في حر بلا خسارة ولكن لازم نتحرق على المعدين لازم نفتش كل دار لازم نعط كلنا نسوق أي مكروح أي مكروح نسوقه نقول عليه كما قال الرسول من رأى منك منكرم فليغيره هو دا المنكر الحقيقي المنكر الحقيقي مش المنكر الحقيقي اللي هو ما بيصليش ما بيصومش المنكر الحقيقي هو المفسد للبلد المنكر الحقيقي هو اللي بيدمر اقتصاد البلد هو اللي بيحرق دمه ام ابنها ما دمه الا واقف حراسة للبلد من العدو اذا كانوا انت بتقتله خليت ايه للعدو انت بتفتح للعدو بتقول يا عدو خشي بالد انا حنقتلك اخويا وانت خشي بالد ده مش اخويا اللي بيأتي موش اخويا اللي بيدمر فانا انا بتكلم من قواي ومحروف لاني انا مواطن مصري لبيت العالم الاوروبي ولبيت العالم العربي مالا اين احلى من مصر لما بارجع من اي بلد برا ببوس راب مصر فانا من جوايا محروف على بلدي ومحروف على شبابنا اللي بيضيع وبيتهدر محروف على منشآتنا اللي احنا نمتلكوها لتمنى من كل المواطن انه يعرب انه كل منشآة في مصر دي تمتلكه القيادة دي ملكي الشارع ده ملكي وملكك وملك كل مواطن مش ملك رئيش مش ملك صابت الصابت ده غفير يعاني حب كفنه وشي كفنه على ايديه حميك اللي هو ده حميك العسكري ده حميك لازم خب عليه وربنا ينصر مصر وعاشت مصر حرة دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر ترجمة نانسي قنقر